عايز اتكلم على كذا حاجة حصلت اليومين 3-3 اول حاجة بنتمنى الشفاء العاجل لكل جماهير نادي اتحاد سكندري اللي كانوا متواجدين مبارح في صالة كابتن حسن مصطفى في نهاية كاس السوبر للسلة بين نادي الاهلي ونادي اتحاد سكندري طبعا زي ما حضرتكم عارفين فيه صور حديدي سقط اثناء تواجدهم في المدرجات ويمكن سمعنا كلنا ان وزارة الصحة طلعت بيان وقالت ان فيه 27 حالة مصابة من جماهير زعيم الثغر منهم 24 واحد او 25 واحد بحالة جيدة وتقريبا طلعوا وباقي اتنين منهم حالة حارجة ان شاء الله كلهم يخرجوا ويروحوا بيوتهم سالمين طبعا شفنا الجميع من جماهير النادي الاهلي والمسؤولين واللعبين والاجهزة الفنية كلها خلف هذه الجماهير اللي بتحب ناديها وجيت من اسكندريا مخصوص عشان تشجع اللعبين ويمكن طبعا استاذ محمد مصلحي رئيس النادي الاتحاد كان متواجد مبارح وكان معاه الاخر لحظة في المستشفى الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الدكتور محمد شوقي عضو مجلس ادارة علشان يسهله ويقدمه اي مساعدات في اي اتجاه وتم زي ما قلت لحضراتكم نقل مشجع بيحتاج لعناية اكتر الى مستشفى مصر الدولي تحت عناية الدكتور محمد شوقي وان شاء الله يكون كويس ويرجع لأسرته بالسلامة طبعا نتمنى نتمنى من وزارة الرياضة سيادة الوزير اشرف صبحي كشف الحقيقة في سقوط الصور الحديد لان احنا سمعنا تضارب في الاقوال ما بين بعض المسئولين دي ارواح ناس يا دكتور اشرف دي ارواح ناس زي الراجل بتاع مطروح اللي مات اللعيب اللي مات رحمة الله عليه جماهير جاية من اسكندرية حبا في ناديها لازم يكون الاهتمام مفضل من كده اللي قالك مسئول قالك ما كانش فيه عربات السعاف مسئول قالك لا اصل عربية السعاف كانت موجودة بس عبالما دخلت قعدت تلت ساعة طالما هي موجودة قعدت تلت ساعة من بره الاستاذ عشان تخش جوه عشان المساعدين يخش جوه الاستاذ يخش جوه الصلاة ليه يعني يعني يا جماعة راعوا عقلنا راعوا انتوا بتكلموا ناس ايه يعني لما انتوا بتيجوا تتكلموا الكلام دوت اي كلام خطبوا عقلنا خطبوا عقلنا احنا بني قدمين وبنفهم او فينا بني قدمين كويسين وبنفهم مش انتوا بس اللي بتفهموا مفيش ساعة اسعاف كانت موجودة يبقى الماتش ما يتعملش المفروض تلع بعد كده رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد بيكذب نائب رئيس الاتحاد بيقول ان لا كان فيه عربية متواجدة في محيط الصالة ولكن خدت وقت عبال ما داخل ده العربية التانية هي لتأخرت شوية نائب رئيس الاتحاد قال غير كده خالص عمر مصرحي قال غير كده خالص ولكن فيه لجنة بتتعمل عايزين نعرف الحقيقة والناس تعرف الحقيقة دي حاجة فيها خطورة على أرواح الجماهية نتمنى مرة مرة يبقى فيه حساب ونعرف احنا كجماهير نعرف ايه اللي حيحصل مهم مجلس إدارة حد سكندري طلع بيان شكر شكر في مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره على موقفه ولعبته طبعا على موقفه النبيل المحترم وده يدل على العلاقات المحترمة والقوية بين النادي الأهلي والتحاد السكندري وجميع المسؤولين في جميع الأندية وجميع الاتحادات دي حاجة طبعا قديمة جدا وتاريخية بين الناديين وبين النادي الأهلي وأي نادي تاني لكن اللي عمله لعيبة النادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره ده أقل واجب مع جمهور اسكندريا الجميل المحب النادي والبلده بعيدا عن أي انتماءات وبعيدا عن أي تعصر بعيدا عن أي منافسة دي حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص العلاقات التاريخية بين النادي الأهلي وبين جميع الأندية بين جميع الأندية على ما يرموه في أفضل حالتها طول عمرها